قال فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا وعشرين سنة خرج إلى الشام في تجارة لخديجة أبو طالب قلنا اتكلم معه مع النبي عليه الصلاة والسلام ووراوا ما به من الحال وقالوا إن خديجة من أغنياء مكة خديجة من تخويلد ابن أسد وهي من شرفاء مكة ومرأة غنية قالوا بتبعث الرجال من قومها فيتجرون لها قال إن علمت بما فيك من الأمانة والصدق قالوا قدمتك على قومها قالوا بتقدمك انت فأرى أن تعرض نفسك عليها قالوا مش أعرض نفسك عليها النبي عليه الصلاة والسلام قال له يعني لعلها ترسل إلي في ذلك ماذا لمشي لي قال له ترسله قالوا فبلغ ما وقع من المحاورة بين النقص صلى الله عليه وسلم وبين عمه خديجة وصل الكلام فأرسلت إليه قالت إني سمعت عنك من الأمانة وكرم الأخلاق الشيء الكثير وإني أريد أن أبعثك في تجارتي وإني سأعطيك ضعف ما أعطي الرجال من قومك بدك دابل وده يا إخواننا بيدل على فهم العالب بالتجارة ذاته زلت عندها فهم عجيب إنت عارف في الدنيا دي قدي قاعدة تنفعك شفتها في الدنيا دي لو لجد عامل ولا موظف ولا صاحب ليك صاحبك سايد وفيه صفات كريمة فلا تستكثر عليه مالا لو لقيت لك بنا بابني والبنا ده نظيف في شغله وزو الأمين في مهنة أديه ضعف البد البدو الناس للبناين التاني لأن البشر في الدنيا دي البيينفع في الصنعة المعينة وفي المهنة وفي الخوة ذاته ما اكتب بسيطين النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم الناس كئب لمئة لا تكاد تجد فيهم راحلة مية نفعك واحد اثنين ثلاثة مية المية دي ما بتلقى فيهم جوال النافع وكل يجد يكون واحد بس عشان كده إذا يوم من الأيام وفقتها إنك ليجد لك موظف في شغلك والموظف دي أمين ها وبعرف الشغل لكن قال لك شوف يتبتدي الناس كم تلا أنا بدي موظف عشرين اللي في الشهاد قال لك أنا بشيل أربعين أكان دا الرايانة أديه أربعين وخليه اشتغل له شوف فهم خديجة رضي الله عنه قلت لا أنا بديك ضعف البديل الناس التانين بديك ضعف وشوف الحصل بعد ذات فأمرت خديجة رضي الله عنها غلامها اسمه ميسر قالت له أمشي معاوه قالت له لا تعصي له أمرا ولا تخالف له رأيها مع أنه ميسر أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بكثير وخبرة في التجارة بتاجر لخديجة له أربعين سنة والنبي صلى الله عليه وسلم عمره كله كله كم خمسة وعشرين ودهك تجارة بس كم أربعين سنة بس تجارة غير عنده الباقي بعد ذا قالت لشنو لا تخالف له أمرا أمرا ولا لا تعصي له أمرا ولا تخالف له رأيا بس لا تسمع كلامه بس فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ميسرا قال فنزلوا عند الشجرة وقرب هذه الشجرة رجل راهب يسمى نشطورا بألف ممدودة نشطورا أول ما نزل عنده نادى الراهب ميسرا كان بعرف قال يا ميسرا من هذا الرجل قال من مكة قال وما هذه الحمر التي في عينيه نفس السؤال قال والله لا تفارقه أبدا بس دعيونه كده قال إنه لم ينزل تحت ظل هذه الشجرة إلا نبي الشجرة قال لا ما قعد تحت إلا نبي وبعض أهل السير قالوا ما نزل تحت هذه الشجرة بعد عيسى بن مريم إلا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا نشطورا لميسرا هذا نبي هذه الأمة وليتني أشهد يوم يؤذن له بالخروج قال قال أهل السير فوعى ميسرا تلك الكلمات حفظك ويس ثم انطلق قال لما دخلنا سوق بصرة في الشام وقد اختلفنا قال اختلف النبي صلى الله عليه وسلم والله ما حلفت به ما الخط قال له التاجر إذا القول قولك ثم انفرد التاجر بميسرا ساق على جنب قال له يا ميسرا هذا نبي هذه الأمة وإن قومنا من اليهود يعرفونه بصفته في التوراة صفاته عنده دي دي هذه الصفات بتاعتنا في التوراة قاعدة عندنا كويس ميسرا الكلام ده وقع لك كويس قال فلما قضينا تجارتنا ربحنا ربحا ما ربحناه قط قال وقد تاجرت لخديجة أربعين سنة ما ربحت مثل هذا الربح الصمالي الحزين فانطلغوا راجعين راجعوا خلاص أول ما راجعوا قال حتى إذا كنا بمر الزهران منطقة يسمى مر الزهران قريبا من مكان وخديجة رضي الله عنها كانت في مجموعة من نساء قريش فيهم امرأة اسمها نفيسة بنت منية نفيسة بنت منية بقى شو يحجينا نفسه عندها موضوع تاني كمان طيب فلما قربوا قال ميصر للنبي عليه الصلاة والسلام هل لك أن تسبقني إلى خديجة فتخبرها الخبر ورية أنه نحن ربحنا ربح كبير قال له فلعلها تزيدك إلى بكرتك بكرتين بزيدك أديها الخبر فانطلغ النبي صلى الله عليه وسلم على جمل أحمر ودخل عليها في المجلس قبل ما يحصله وهو في الطريق قالت خديجة للنسوة اللي معاه يقول كلهم بعينه انظرنا إلى محمد قالت فإذا ملكان يضلانه وهو على بعيده في ملكين عمل لضل وهو ماشي لما وصلوا وأخبروا ما الخبر قالت له خديجة دار تستيقن الموضوع ده إنه الكلام دي احتمال خيال سايشا فوه أو كده أو يتراء لهم قلت له ارجع فأدرك ميسر أرجع تاني حصل ميسر وتعال معاه هي دائرة شنو دائرة تشوف تاني يهو الموضوع كده أول ما قفل راجعا فإذا الملكين يضلانه خدت له المظلة فوق طواله فأرد خديجة رضي الله عنها نساء قريش قلت له نشوف فرجع فوقر ذلك في نفس خديجة رضي الله عنها أول ما رجع على ميسر قالت له لقد رأيت كذا وكذا كلمت فميسر أخبرها بخبر الراهب نشطورا وأخبرها بخبر الرجل الذي اختلفا معا والكلام ده كل وقع في قلب خديجة رضي الله تعالى عنها وأخبارها